عديها كلام كتير جدا طبعا عن البطولة العربية لأندية كرة السلة اللي حيشارك فيها بإذن الله الأهلي أو سلة الأهلي تحديدا ودي النسخة رقب 35 للبطولة حنتكلم عن المنافسات وحنتكلم عن مشوار الأهلي فيها مع ضفنا العزيز جدا كابتن إسلام علي نجم الأهلي السابق لكرة السلة صباح الهنة أهلا بيك يا نوان صباح الفرع عليك وعلى كل جمهور النادي الهنة صورنا وبس عيدة كمان لما بيبقى معنا يعني نجم في رياضة ما برضو حتى لو سابق لأن بحب دائما نروح للنستالجيا هي مش نستالجيا قديمة أو أنا عارفة يعني بس برضو ونقارن بين الماضي والحاضر ومستوى كمان السلة تحديدا في الأهلي وغيره نحب دعا معيك يا كابتن من النقطة دي خلينا نقارن مستوى الرياضة دي تحديدا فيما سبق وفي جيل حضرتك تحديدا وحاليا صباح الخير عليك وعلى جمهورنا دي الأهلي وعلى كل أهلنا في مصر جميعا المقارنة يعني ممكن تكون فيها سنة ظلم لأن الأول كان في حاجات متميزة عن دلوقتي دلوقتي في حاجات متميزة عن الأول في اي و اي بقى؟ المتميز زمان أن كان مجال المنافسة عدد الفرق اللي بتنافس على البطولة أكبر الموهبة كانت أكتر عدد اللعبة اللي عندهم موهبة في كل فرقة كانوا أكتر النهاردة الحالة المادية في النسبة للعبة أعلى قوة والسرعة أعلى في حاجات هم وصلوا لها دلوقتي حاولنا نحن نوصلها على أيامنا معرفناش إيه العالمية الاحتراف كمان في الخارج مثلا الاحتراف المنح الدراسية الحاجات دي بدأت تظهر بشكل بيض دلوقتي فكل وقت وليه مميزاته ولكن بشكل عام فرة الأهلي ماشية بشكل كويس دلوقتي نتمنى أن الموضوع يدوم أداءهم في البطولة العربية مش أحسن حاجة وده متوقع على فكرة متوقع؟ اه أنا من وجهة نظري متوقع وأقول متوقع ليه؟ إنما عندهم النهاردة مباراة مصيرية إن شاء الله ربنا يوفقهم ويفوزوا بيها مباراة منسهلة خالص زروف المباراة دي إن هم خسروا ماتش في المجموعة خلهم يحتلوا مركز الآخر فحينقبل اتحاد سجنداني في ذور التمانية كنا نتمنى أن احنا نقبل اتحاد سجنداني مش خوف من اتحاد سجنداني نتمنى نقبل اتحاد سجنداني في النهائي عشان يبقى النهائي مصد يخالص إنما خسارة الأهل من بيروت اللبناني في المجموعة خلاها يحتل المركز الثاني فبالتالي أردنا الاتحاد في دولة الثمانية للأسف أنا أقول للأسف لأنه كنت أتمنى أن نهائي بمصري لكن للأسف فرقة من الاتنين هتخرج من بطولة النهاردة نتمنى أن الأهل طبعا يفوز ويكمل ولكن فرقة الاتحاد فرقة قوية ومدعمها السنة دي فكان حيبقى النهائي قوي جدا ويشرفنا إحنا كمصريين أنه يكون دائما النهائي دائما مصري أنا ليه أقول أنه متوقع خسارة البطولة لا ليس خسارة البطولة متوقع الأداء المش أحسن حاجة في البطولة دي لأنهما راجعين من بطولتين وراء بعض بطولتين أقوية جدا يعني آخرهم كاس عالم الأندية اللي كان في الفلبين من حوالي 3 سبيعة وشهر فدايما حمل البطولات بيبقى برغم أن وجستي بيعمل روتيشا هايل هايل يعني وملفت للنظر جدا ولكن حجمه وقوة البطولة اللي فاتت واللي قبلها مخلي اللي يبقى وصلت لمستوى فني وبدني عالي جدا والطبيعي في كورة السلة أو في الرياضة عموما بيبقى فيه كيرف طلوة أو كيرف نزول بالنسبة للحالة الفنية والبدنية يعني كان إجهاد مثلا إلى حد ما يخلينا نقول مش عايزة أقول إجهاد لأن الحمد لله ما حصلش إصابات ولكن هو إجهاد عام بشكل عام مش عايزة أقول حالة تشبع توقيت البطولة يعني ممكن ما يكونش في صالح الفرقة لأنه هو جاي بعد بطولتين أقوية جدا البال اللي هي أفريقيا واللي مهيلا كاس عالم وكاس عالم قندية مش عايزة أقول تشبع ولكن هو فيه سنة زهق كده ممكن يكون لعيب أنا كنت لعيبه وعارف اللي أنا بقوله ده كويس جدا اللعيب من كتر البطولات بيحصل له زخم كده أو حالة تشبع شوية بالتالي بيأثر على المستوى الفني والبدني هم في البطولة دي الدور الأولاني يكذبوا كل المرشوات مع عدم مرش بيروت ولكن الأداء من وجهة ناظري ما كانش أحسن حاجة مكسبنا للفرقة اللي كانت في المجموعة آه الحمد لله الفرقة قوية لكن الفرقة اللي احنا قابلناها مش بقوة بيروت الليبناني أول التحس كدنا لها الأولى النهاردة على مستوى الفرقة أو على مستوى المحترفين ولكن كل ماتش ولو ظروفه يعني مثلا ماتش بيروت الليبناني رغم أن احنا خسرنا تاني يوم على طول أو بعد يوم يومين لعبنا الفتح السعودي اللي فرقة كويسة مع عم محترفين كويس كسبنا فرقة 40 بونت فهو كل ماتش ولو ظروفه وكل اللي أنا بقوله ده ممكن يتغير تماما النهاردة وأتمنى أنه يتغير تماما النهاردة ترجمة نانسي قنقر